مرحبا جميعاً وإياكم دكتور محمد بالنكست لكتشة واليوم إن شاء الله هنأخذ محاضرة جديدة من محاضرات الفيزيولوجي التابعة للمرحلة الثانية الكلية الطيب جامعة كاركوك ضمن السمستر الأول طيب هاي يمكن أول مرة تأخذون الفيزيولوجي فعلم الفسلجة هو عبارة عن العلم اللي يهتم بأنه يفسر لك ليش فتحلف معين دا يصير بالجسم شلون فتخلية منعين لتأدي فتوظيفة معينة فلان هرمون شلون دا ينفرز شلون دا يخليه ينفرز وهكذا فهذا شغلة الفسلجة بشكل عام ليش الواحد من يعصب قلبي يدوك سريع الفسلج تتم بتفسير ظني الشغلات وبرأيي ضمن كل المواد الأساسية مال الطيب ضمن الهيستو والباثو والأناتمي وغيرها الفيزيو هي أهم مادة ستمر عليكم وأكثر مادة تبقى ببالكم أحد زملائنا دا يحشيه فقال أنت من حتفهم ليش وشلون دا يشتغل الجسم هتقدر تصير طبيب إذا أنت متعرف الجسم ليش دا يشتغل وشلون دا يشتغل ما حتقدر تفسر الأمراض ما حتقدر تفسر إشارات الطبيعية والمطبيعية وتفرق ببناتهم فهكذا طبعا الفيزيجين تأخذوها على أكثر من جزء يعني مرة تأخذون مثل اناتمي اناتمي واحد اناتمي اثنين اناتمي ثلاث ثلاث هتكون شوية تختلف بالترتيب هتقسم إلى أجزاء يعني ضمن الكورسين يعني شوية هسا جامعتكم غيرت بالترتيب من المواد هتأخذون مثلا هيماتولوجي اللي هو فسلجة الدم هيماتو معناها بلود فسلجة الدم هتأخذون أيضا بعض أجزاء ثانية مثلا هتأخذون كارديولوجي رينال فيزيولوجي هتأخذون نيورو فيزيولوجي هتأخذون ريسفراتري فيزيولوجي وهكذا جهاز عصبي جهاز تنفسي القلب الدم مثلا نحنا أخذه وهكذا وهتأخذون على مدى الكورسين إن شاء الله الفسلجة حسرح لكم ياهاني ويايا دكتور محمد طارق ضمن نيكست لكتشة طالعا اللي ما يعرفني بيكم فاني إن شاء الله هتأخذون على اسلوبي إن شاء الله من هذه المحاضرة هاني هتأخذون مسؤولا إنه أشرح لكم الجزء من الفيزيو بالنسبة للمرحلة الثانية وإيركتور محمد طارق وحشرح لكم البيو كيميستري والهيستولوجي والإمبريولوجي فاني هشرح لكم أغلب المواد فتأخذون عليه إن شاء الله بالشرح وإن شاء الله تشوفون اسلوبي حلو وتستفادون من عنده اللي هاي أول محاضرة يسمعها إلي فاني نوعا ما صيح توسع بالمادة ونبات أحط إن شوفوني أحط هواية صور وهواية إضافات لكن كل شيء أضيفة فهو الفائدة تكم ما مطالبين بيكا حفظ الشغلات اللي أضيفها آني لكن افهموها حتى تفهمون المادة بشكل أحسن وكل عاد أي شيء خارجي فهو مطلوب منتكم فبالنسبة للهيماتولوجي هنأخذه إن شاء الله إذا على النفس تقسيم العام فهنأخذه على ست محاضرات أول محاضرتين تعرفون أن تدمن شون يتكون يعني كمكونات أساسية هذه الفلازمة أتكم RBC Red Blood Cell أتكم White BC كريات دن بيض وأتكم صفائح دموية فأول محاضرتين هنقضيهن ويهن الRBC نسؤلف عنهن عن وظائفهن شلون يشتغلن شلون يتكونن شوكت يزيدن شوكت يقلنن هكذا بالنسبة الثاني محاضرتين فهنسؤلف عليهم عن الWhite BC اللي يعرف بيكم الWhite BC فيعرف أن دورها الرئيسي هي أدوار حماية أدوار مناعم فهنسؤلف بهالمحاضرتين عن الWhite BC ومن المناعم واحدة من ذني المحاضرات إن شاء الله حنسؤلف بيهم كأنما Introduction to Immunity اللي هو فد عشر محاضرات تأخذوهم بالكورس بالسنة القادمة فإن شاء الله هسنا ناخذ محاضرة وحدة برأيه هي ملخص لكل الإميونيتي ومقدمة عامة عنها وإن شاء الله حمينا نتراه لكم ياها وراه إن شاء الله بالمحاضرة وراه ما عرفنا الWhite BC والR BC حنسؤلف شي يجمع بيناتهم اللي هي سوالف الBlood groups الواحد دمه شنو والRH دمه موجب لو سالب حنفتهم شلون يصيرن والتفاعلات العكسية اللي تصير من واحد مثلا ياخد دم غلط ليس دا تصير واخر محاضرة حنسؤلف بيها عن الشي البقل اللي هو تعرفون أنت الصفائح الدموية شنو شغلها طلابنا الصفائح الدموية شغلها أن تلعب دور بالتخثر ما للدم وتخليك من تنجرح ما تخلي كل دمك يطلع من الجرح وتخليه ينسد للجري فهي بشكل عام هو الهيمياتولوجي اللي هتأخذه يعني إن شاء الله بانمش التقسيم على المحاضرة بأول محاضرة مثل ما قلنا احنا والمحاضرتين هنأخذ انترو عفو الRBC هنأخذ فحنسؤلف في البداية introduction to RBC هنأخذ بيها هنأخذ بيها عدة مواضي أبرز هن شنو نعرف structure والfunction ما للRBC شنو التركيب ما للRBC وشنو وظيفتها الأساسية وراح هنسؤلف على الproduction ما للRBC شون الRBC تتكون وتنتج فهي تتكون من يعني كمقدمة بسيطة تتكون من stem cell من فت خلايا جذعية وهي الخلايا الجذعية هتتمايز الحد ما هتتطيني الRBC طبعا الRBC اللي هفت اسم ثاني يسموها اريثرو سايتم هتشوفوه هاي اريثرو سايت اريثرو معناها red سايت معناها cell فرد cell فالRBC production شي يسموه يسموه اريثرو هم من الرد يسموه يعني formation creation فالproduction او الformation ما للRBC وآخر شي هنتعلم عن في المركب اسم الريثرو بويتين هتشوفوه يتشابهو الريثرو بويسس كاسم فهذا عبارة عن فالمركب من ينفرز يساهم بعملية النضوج والانتاج ما للRBC زين طلابنا فيخلوها ببالكم فساخذنا فكرة عن الobjective نجي نقلضه بالمحاضرة بسرعة طبعا الدكتور مسمي المحاضرة RBC أنيميا أنيميا معناها انخفاظ كريات دم الحمر فقر الدم انخفاض كريات دم الحمر أنصيح على أنيميا الطائر الأنمي انشاء هل ناخد تعرف cultiv بالمحاضرة الجاي بشكل أداق مو أن نلبس انخفاض الكريات كعدد فقر الدم والباليسيثيميا بالعكس ارتفاع بعد كريات دم الحمر فير امر نوجود Pully سايفيميا انخذه The �Us مثل ما قلنا مرة ندخل بدني تفاصيل بشكل هواية البني الموضوعيين inflation موضوعيين بدني تفاصيل هذه بشكل اكثر لكن اللي حناخذه شنو مثل ما قلنا نسولف على شكل وحجم الار بي سي وشقد عادتهم وكمياتهم بالدم وراها نسولف على الفانكشن مالتهم ووظيفتهم وراها نسولف على الهيموغلوبين اللي يكيد ساعين بي ومار عليكم اللي رمزة شنو طلابنا اللي يذكر بيكم رمزة اج بي هيموغلوبين وراها حنسولف ورا ما خلصنا مقدمة عن الار بي سي نسولف انه شنون الار بي سي تنتج البرودكشن بالتها للرد بلاد سال وحنسولف عليها اكثر ان شاء الله وناخذ المراحل شوفوا شنون الار بي سي تتحول من ستم سال خلنا نقول اهنانا ستم سال شنون حتتحول من ستم سال وتمشي لحد ما توصل لي الارثروسايت اللي هي كرية الدم الحمر الناضجة وراها حنسولف علي شلون انظم العدد ما الار بي سي وانتاجهن مثلا انا خلنفرض انه عندي بالمليمتر المكعب الواحد عندي خمس ملايين ار بي سي او نافرج تقريبا فاذا مثلا صارنا ثلاث ملايين اللي سيبين اولياتهم مثلا واحد نزف كومة دم شلون حيزيدهم الجسم واذا صارنا ثلاث ملايين شلون حيقللهم فاشلون يسوي تنظيم العدد كريات الدم الحمر فحنسولف قلنا منو يساهم تنظيمهن قلنا الارثروبويتين فحنسولف علي هذا مركب باخر كم سلايد ومنين ينفرز ومنين يجي وان شاء الله خير فهيس طلابنا انتم شفت المحاضرة اتمنى شانت عدكم فكرة حلوة صارت فكرة بسيطة عدكم عليها ان شاء الله هسا ناخذها بشكل مفصل فنبلش فانيجي ببداي طينا انا مقدموا ماخر بالمحاضرة اللي شفتي مناسب لكن كلها موجود انا ماشي شي من الحشي مع البيتور فالار بي سي الطبيعية انتبهوا يحتي عن الشكل الطبيعي مع الار بي سي اكو ار بي سي مو طبيعية اشكالها تختلف كلش بس من ناحية الشكل مرة الطبيعية فالشكلها شلون يكون اذا تذكرون يكون ثنائي التقعر يكون عبارة عن قرص هسا هذا قرص لكن شبيه ثنائي التقعر فيصر هيجي باي كونكيف ديسكس اقراص ثنائية التقعر من فوق ومن جوه متقعرة زين طلابنا مالتهم الديامتها اشغلت قطرهم سبعة ونص مايكرو میتر الدكتور كاتب سبعة بوينت ثمانية مايكرو میتر احفظوا مال الدكتور للارقام اي معلومة انا قولها تختلف عن مال الدكتور احفظوا مال الدكتور لان هي على اغلب الى حتى تجيكم وماذاك الفرق اين كلش قليل سبعة بوينت ثمانية مايكرو میتر زين طلابنا هاي خلوها ببالكم كرقم ننتبهوا كلمة مين تجي معنى مو بمعنى انه شخص مو زيان او سيء او لئين وانما بمعنى يعني بالمعدد تقريبا تطلع سبعة بوينت ثمانية زين الرجل بلد سل هاي شكلها ثابت لو ممكن تغير شكلها الار بي سي واحدة من الصفات انه مميز ذات بوعون ما بيها نواة ما بيها عضيات تفقد ان يكون هنا اثناء تكوين مالتها هذا الشي خليها يخليها تتطوع وتغير شكلها ليش هالشي مهم لان مو كل الفيسلز الار بي سي مو تمشي بالفيسلز مو كل الفيسلز قطرهن سبعة ونص سنتيم سبعة ونص مايكرو میتر وفوق يكون عندك فيسلز بالجسم قطرهن اقل من سبعة ونص مايكرو میتر فحتى الار بي سي الطب دينها لازم ش تسوي لازم تثني روحها او تعبقش روحها حتى تقدر الطب فهي واحدة من الصفات المهمة عدل الار بي سي انه تقدر تغير شكلها ذات كان بي دفومد انه تغير شكلها انتو اولموست اني شي بتقريبا لاي شكل فاي خلوها ابضالكم وليش قلنا تقدر تغير شكلها بسبب انه ما بيها عضيات هس اني جي اش قلت الارض ماكرويات دم الحمر فايحنا قلنا لكم يا بالرجال تقريبا خمس ملايين ومئتين الف خلية بيش بالمليمتر المكعب الواحد بينما بالنساء فيكون الرقم شوي اقل بالمليمتر المكعب الواحد اربعة ملايين وسبعة سبعمائة الف زين ليش الرقم اقل عدل النساء لان يساعدهم فقدان شهري للدم حيث من مرة تفقد الدم كل شهر بالبيريد هاذا جي سيسوي ايه من اذا تفقد الدم تفقدوا ايه ربي سي فانا افرج حيقع على الكوريات دم الحمر انا هيا واحدة من الاسباب باكو اسبار فانا بس ما لكم علاقة بيها سين نجي هسا الشغلة حنشرحها بعدين انا ما رح توسع بيها هسا يقول لك انه الناس هذا الرقم مو شرط يكون ثابت عد الكل مثلا كمثال الناس اللي عايشين بارتفاعات عالية مثلا على جيبال له شيء هاي آلتيتود اش كاتب لكم هو عندهم عدد اعلى من كوريا الدم الحمر مثلا تلقي عددهم ست ملايين سبع ملايين بالمليمتر المكعب الواحد ليش بعدين ان شاء الله هنجي نفتهم هالشي من ننسولف على العدد ما كوريا الدم الحمر فهسا خلصنا كمقدمة مع الار بي سي نجي هسا نسولف عن الفونكشنز اف ار بي سي فتعرفون الوظائف الاساسية ما الار بي سي اللي تعرفوها انتو هي انه تنقل الاكسجين والسي او تو صح لو لا تنقل الاكسجين من الجسم للرعة وتنقل السي او تو العفو الاكسجين والسي او تو رأة للجسم وتنقل السي او تو من الانسجة للرعة فهي ستكون تسويها كل واحدة من العزنة تصرف ببسط فد مركب معين فواحدة من ابرز الوظائف قلنا شنو هين طينا هانا كاتب لكم انه ابرز وظيفة للار بي سي اللي شننا شسمها الثاني هي انه تنقل الهيموغلوبين الهيموغلوبين اللي رمزة قلنا اتش بي هو هذا اللي يقدر ينقل ويرتبط به الأكسجين فيقول لك هذا الهيموغلوبين من يقدر يشيل شنو يقدر يشيل الأكسجين منيان من الرأة الى الانسجن فالهيموغلوبين اللي ما يعرفها بيكم هو عبارة عن مركب متكون من اربع سلاسل بثنيان الفا ما ركن بالنسبة لالالفا والبيت ان شاء الله ناخدها بعدين بغير محنظرة بس متكون من اربع سلاسل يكون بي فت جزئة هو اسمه هيم يعني حديد او فت جزئة هيم الهيم هو عبارة عن فت مركب معقد يحتوي بي جزئة حديد فحنا عادة نصيح لعديد بي هين وش بي بعد بي بروتين اللي هنا ذني السلاسل الاربعة فذني السلاسل الاربعة اذا تشوفوهم قدامكم هن بروتينات فيصبحوا لين غلوبينات فهيموغلوبين هذا اسمه اتش بي زين طلابنا لهذا طبعا الحديد هو عند الخدر على انه يرتبط بالأكسجين فلهذا الواحد اللي عنده نقص حديد شي صغير عندي سعنده فطر دم انيميا خلش طلابنا فيخلوا هباكم ان شاء الله نسولف عليها بعدين وطبعا الاربع سي ليش هي ما بيها عضيات واحدة من الاسباب ما ما بيها عضيات حتى تشيلش قد ما تقدر هيموغلوبين انهي عن وظيفتها الاساسية فلس نحن سولفنا على النقل من لوكسجين نجي على الوظيفة الثانية اللي هي نقل السي او تو فشلون هتنقل السي او تو نانا شي يقول لي يقول لك ان الار بي سي بيها فد انزايم مهم اسمه كاربونيك انهايدريت هذا الانزايم وهذا التفاعل اللي يحرك هذا الانزايم هاتكم تحفظوه لأن هذا حنمر عليها بال فسلة جمال الرينال حنمر عليها بالفسلة جمال رسبراتري طبعا هذا الاسلاكت حينعاد بالفسلة جمال رسبراتري كومن يعني هذا النص مال تلفوق حينعاد بالفسلة جمال الرسبراتري وهذا النص الجوه حينعاد يعني هسه هذا حينعاد بالفسلة جمال الرينال هذا حينعاد بشكل مفصل المهم نجي نكمل عليه هذا التفاعل لتكم تحفظوه لأن كلش مهم حينمر عليكم أيضا ببايو كيمستري لكن على كل لن هذا التفاعل يقول لك يقول لك انه سي او تو زائد اش تو او اذا هذا الانزايم موجود كاربونيك انهايدريت أقدر أحاول الكاربونيك أسد اللي هو H2CO3 اللي هاذا بعدين حيتفكك إلى HCO3 وهيدروجين فشينو أهمية هالشي يعني عندي الار بي سي هسا هاي الار بي سي موجودة قريب من نسيج وإذا نقل لها الـCO2 اللي دي يكون النسيج فهذا الـCO2 إذا ما تحول الغير صيغة يعني إذا ضل بـCO2 هتأخذ الخلية جد ما تقدروا تقبط لأن تعرفون مثل ليش دي ينتقل الـCO2 من التركيز الأعلى للتركيز الأقل فلي هاذا يتحرك صح لو لا سوالة في امتشار دي فيوجين فالمشكلة شنو بهاي الشغلة إنه الخلية بسرعة حتقبط بالـCO2 لأنه بسرعة حيرتفع مستوى CO2 بيها وتقبط وتقول هاي بعد ما كدر أشيل الكاربونيك انهايدريس شنو أهميته إنه حيأخذ هذا الـCO2 اللي دي يدخل للـRBC ويحاوله الغير صيغة فيظل تأكيز الـCO2 الحر قليل نوعا ما فتظل الـRBC تستقبل فبالتالي هتقدر الـRBC تشيل كمية كلش عالية من CO2 ضمن المي اللي بيها على شكل هاشتوه CO2 فيقول لك إنه الـRBC بيها هواية كلش كاربونيك انهايدريس هذا الإنزايم هيسوي للتفاعل يعني يحفز يحفز التفاعل العكاسي ليش تفاعل العكاسي بعض يمشي بالاتجاه ممكن هيشي وممكن هيشي فأسه هو بالأنسجة اللي بيها CO2 هواية هيمشي بها اتجاه هيمشي بهذا الاتجاه CO2 زاد H2 ويطيني H2 وCO3 منها نروح للرئة أيصر التفاعل بالعكاس أنا بالرئة إلي أطلعه للCO2 فالـHCO3 هيتحوه إلى H2 وCO3 وراها هيتحوه إلى H2O زاد CO2 CO2 تأخذ الرئة واتطلعه من الجسم المهم فيقول لك حفز التفاعل اللي يصير بين CO2 والماء حتى يطيني H2 وCO3 هذا التفاعل وسرعته هو اللي يخلي الماء يشيف كميات كلش عالية من CO2 على شكل H2 وCO3 من الآن سيجب للرئة من يروح للرئة التفاعل حيمشي بالعكاس يرجع يصير CO2 وينطرح للجو كمخلفات مال الجسم فاستذكرنا وظيفتين إنه نقل الـO2 ونقل الـCO2 نجي ها السئلما نجي للوظيفة الثالثة الوظيفة الثالثة حنسولف عليها أكثر بالرينال اللي هي شنو أنتوا عندكم أي محلول بالجسم وأي سائل بالجسم عنده فشيسمه الهو معدل حامضية خطو بالكيمية طلاب بالسادس فتعرفون إن كل ما الرقم اقترب من الصفر هو حامضي أكثر كل ما يقترب للـ14 هو قاعدي أكثر الدم والدنا مالة الـPH 7.35 إلى 7.45 ويحتاج يظل بهذا الرينج القليل ليش؟ إذا صار كلش حامضي مثلا صار 6.8 أو صار كلش قاعدي خلنا فرص صار 8 ما هيصير؟ عندك أنزيمات يبدن يخربط عنه خلايا تقوم تخربط تفاعلات تقوم ما تصير فلهذا مهم كلش إنه يظل الرينج بجمال الـPH مالتي بهذا المقدار يعني نقوله يظل بهذا الرينج أعرفون أن الـPH بيش تأثر أكثر شي تأثر بالـHydrogen الحر فإحتاج إنه إذا مثلا أنا صارت عندي حامضية كلش عالية معناها هواية هايدروجين حر أشيل من عنده أربطة وإذا أنا عندي قاعدية زايدة معناها الـHydrogen الحر قليل أحرر هايدروجين حر هايدروجين مرتبط وأحرره فيكو أكثر من طريقة الجسم يحافظ عليه شي سمو acid-base balance بالجسم إن شاء الله نأخذه بالرينج لكن واحدة من أهمهن وأسراعهن هو فالشي اسمه buffering system فيقول لك إنه الخلايا شبيها بيها acid-base buffer buffer يعني يحاول يحافظ على كل شي بالرينج اللي أنت تريده بالطبيعي واحدة من الإشارات الرئيسية اللي تسويها شي هو الـHemoglobin الـHemoglobin عند القدرة خل نفرض أني عندي حامضية يعني عندي هواية هايدروجين حر الـHemoglobin عند القدرة إنه يرتبط بالـHydrogen ويربطة فيقلل الحامضية والعكس صحيح الـHemoglobin عند القدرة إذا مثلا عندي نقص بالـHydrogen عندي هذا قليل وإذا زيّده فالـHemoglobin يقدر يحرر Hydrogen ويزيّد الحامضية فهي يسموها buffering system طبعا مو بس الـHemoglobin يسويها هواية مركبات ثانية تسويها يعني بروتيناته هواية تسويها هذا الـH2CO3 نفسه هو يوتبر بفر هذا لهذا التفاعل قلتلكم هذا كلش مهم من نساء التفاعل إذا أنا عندي هايدروجين زايد يعني حامضية زايدة أماشي التفاعل بهذا الاتجاه حتى أربطة لهذا الـHydrogen والعكس صحيح إذا أنا عندي قاعدية عالية فماشي التفاعل بهذا الاتجاه حتى أطلع هايدروجين وهكذا طلبني يعني هاي فكرة بسيطة عن البوفر إذا فالشغلة ثالثة للـRBC تقدر تسويها وتلعب دور بسبب الـHemoglobin اللي بيها واللي هي شغيلته على أنه شنو؟ على تشتغل بأنه acid-base buffering فبالتالي الـRBC مسؤولة بشكل رئيسي على نسبة كلش عالية من acid-base buffering power قوة المعادلة الحامضية القاعدية مال منو مال الدن فخلوا هالشي ببالكم هسا خلصنا من الـRBC نيجي نسؤلش فيها على الـHemoglobin فعدنا فتشي قبل أن نبلش عليعتكم فتشي يسمى أنه تحطه البلد بـCentrifuge تريد تعرفوا شقد من الدم RBC شقد من عنده بلازما شقد من عنده YPC فشن هنستسوون؟ يجيبون الدم ويحطوه بجهاز طارد مركزي يسوي هذا يفره بسرعة للدم فالشغلات تتحرك بالسائل حسب تركيزها فحتتتجمع عندك كريات الدم الحمر جوة باعتبارها هي أكثر شي كفيف والبلازما اللي هي سائل تصعد فوق خلاش طلابنا فهذا الحركة تقدر منها تعرف بسقد نسبة كريات الدم الحمر بالدم فبعها السائل كلها كريات دم حمر كريات دم حمر صافية يعني ما كويها بلازما البلازما كلها صارت لي فوق فاون أفرج كريات دم الحمر جوة يتمثل بالذكر تمثل 42 إلى 52% من دمه بينما بلو انثى تشكل 37 إلى 47% من دمه طبعا هذا الرقم ما مذكور ان تقعدكم فلا تحفظوا بس يعني لكم كفكرة عامة كأطباء يعني تقريبا 45% خلي نقول بس يفتاش تحفظون الرأيجات زيان يعني بعديا من اصرنا طباء فهاي النسبة قلنا شتمثل الار بي سي شي صيحوا لها يصيحوا لها هيماتوكريت فمنا ورايح من تشوف هيماتوكريت نقصد بيها من نجيب دم ونحطها بسجد تطلع الار بي سي كنسبة وطبعا الفوق قلنا هي عبارة عن بلازما اللي تشمل مي وبروتينات ومراكبات غذائية وهرمونات وغيرها وعدكم فد منطقة تصير تشبه الوغف يصيحوا لها بافي كوت عبارة عن منطقة يأف قاقية كيف تشوفوها بيضة شون زبد البحر فهاي عبارة عن الوايت بي سي والبليتلتس والصفائح الدموية خلش طلابنا ابو الأنيمية يصار عنده نقصان بالهيماتوكريت تيقول لك دمي نازل ابو الباليساكيميا قلنا هي ارتفاع كريات دم الحمر فحتطلعني منسبة أعلى تطلعني مثلا ستين سبعين وهكذا فاسا نجي يقول لك من الهيماتوكريت وكمية الهيموغلوبين بكل خلية طبيعية انت ممكن شنوه ممكن عندك العربة عن كريات الحمر طبيعي بس الهيموغلوبين قليل فت مشكلة بتصنيع الهيموغلوبين وممكن العكس عندك فد مرض يسوي لك زيادة بنتاج الهيموغلوبين حسب بس اذا كل شي طبيعي اجد كمية الهيموغلوبين اللي بالخلايا فيقول لك من الهيماتوكريت وكمية الهيموغلوبين بكل خلية طبيعية الدم مال الذكر يحتوي تقريبا 15 غرام مال هيموغلوبين بكل 100 مليلتر من الهيموغلوبين طبعا 100 مليلتر هو ديسي لتر هاي هاي واحدة كل 100 مليلتر تساوي 1 ديسي لتر هاي هتمر علينا بالفيزيومار اسفراتري تفيدنا هاي المعلومة المهم فكل 100 مليلتر اجد بيعدة الذكر ب 15 غرام مال هيموغلوبين بالنسوان شويه اقل النسبة هنا اصلا اعتنى كرياء الدم حمر اقل نسبيا فعدهم 14 غرام موخ 15 هاي خلوها ببعكم زين هو الغرام اجد يقدر يشيل اوكسجين هسا قلنا احنا عدي غرام مال هيموغلوبين اجد يقدر يشيل اوكسجين فيقول لك كل غرام مال هيموغلوبين يقدر يرتبط ويشيل 1.34 مليلتر اوكسجين هاي ارقام حفظية حفظوها وسيطر عليها وان شاء الله خير ها السورة ما خلصنا هاذا نجي نطف الانترو بسيطة عن من البروضوكشن او فرد البلاد سيلز فانتو شهدكم طلابنا احنا تعرفون احنا سواحر يسألكم يقولكم الدم منين يصنع مكوناتها وان يتصنع مثلا هسا يعني كل شي بالجسم الاكوماكين يتصنع بيها مثلا الكبد بيستمسل بحث ذاته بيخلايا جذعية بحث ذاته تجددها مثلا خلايا ماتت نفس الشي بالنسبة الباقي العضاء العظام بهن بنصهن خلايا جذعية تبنيهن تصار بهن اي خلل الاستيابلاست وغيرها زين الدم بيخلايا جذعية الدم ما بيخلايا جذعية يعني الدم السائل نفسه ما بي لعد الار بي سي والوايت بي سي وذن يعني منين يجن؟ يجن من اماكن معين لكن عد الانسان البالغ يجن من النخاء العظم فهي المعلومة يمكن انتو تعرفوها اغلبيتكم انه كريات الدم الحمر وهاي تتصنع بن نخاء العظم لهذا الناس الكبار اللي مثلا يتعرضون السرطان بالعظام او مثلا يتعرضون الاشعاع للعظام يأذيهم شي صار عودهم؟ تب يقلعدهم الانتاج كمثال من كريات الدم الحمر والبيض وممكن يصعدهم فقر دم اذا كان هشي من تشرب كل مكان بعظامهم كمثال لكن بالحقيقة هاي معلومة انتو تعرفوها ما بيها فد شكال بس سيدكم تعرفوه شنو؟ انه مو طول حياتنا احنا العظام هي المسؤولة او نخاء العظم هو المسؤول عن تصنيع كريات الدم الحمر ومكوينات الدم بالحقيقة احنا من احنا ببطن امهاتنا ما كانت اكو نخاء العظم ما كان يساهم اول ما احنا نبدي تقريبا بالاسبوع الثالث يعني يبدي هالشي يصير وش فيه يتقذم اكثر وي الوقت تقريبا من الشهر الاول انا يبدي عندي تصنيع كريات الدم الحمر ويبدي تصنيع عندي مكونات الدم بالتحديث كريات الدم الحمر يبدي يتصنع عمنيا من في التركيب يسموه اليوكساك اليوكساك ان شاء الله حصل لكم ياه بالامبريو هو عبارة عن في التركيب يكون موجود بالامبريو يساهم تكون عدة اشياء لكن بعدين يختفي تقريبا ما يبقى من عنده شي اليوكساك الي هو الكيس الصفار في اثناء التكوين الجنيني كريات الدم الحمر تبدي تنتج او مكونات الدم تبدي تنتج من اليوكساك من احنا بطن امهاتنا وي الوقيت اليوكساك يبدي يقل ويبدي تتصنع مكونات الدم بغير اماكن وين تبدي تتصنع تبدي تصنع باللفة من نقول شباب تبدي تصنع معناه هذين الاناطق ش بيهم معناه هذ المناطق هن اللي بيهن بيهن خلايا جذعية فانت في بداية عندك اليوكساك وراها عندك الليفة الي هو الكبد الطحال هم يساعة عدوية وي الوقت يبدي البومارو هو الي يشتغل اكثر شيء الي هو نخاع العظم بحيث عم نت مني شخصين ولت قريبا اغلب انتاج هذي يكون منين من نخاع العظم وطبعا مو كل العظام تساهم نفس الشيء مثلا شوفوا التبية اللي هي خدتوها انت بالمحلة الفاتت التبية مثلا تبدي تصنع اوكي لكن تقيمين بعمر عشرين اغلبيتها يروح التصنيع الواحد من يصير بعمر الخمسين وستين تبقى اغلب الاعظام الدتسامية الفقرات عظام الحوض الاستيرنام اغلب العظام الثانية يقوم بعد ما يصنعن كريات دم حمر وما يبدن يقوم بعد ما يصنعن مكونات مالدن المهم فنجي نقلع فيقول لك شنو هن المناطق اللي ينتجن كريات دم حمر فيقول لك باول اسابية من الامبريونيك لايف من انت بطن امك هتكون عندك شنو كريات دم حمر يسيحولها خلايا حمراء بدائية هاي شنو ميزتها انو هاي هي خلية يعني ناظجة لكن شنو بيها نواة نيوكليايتد فهاي منين تجينا هاي تجينا من اليوكساك فاس عندك اول شي تبدي تكون عندي ربيسي بيها نواة نيوكليايتد بيها نواة حتى لو هي ناظجة على عكس الاربيسي اللي احنا ساعدنا يدت معونينتو يتطنعين يتطنعين مثل ما قلنا باليوكساك بالكيس الصفار يوك هادا الصفار ما البيض نفسه يوكساك كيس الصفار بالمثل ترايمستر يعني المثل ترايمستر هو من الشهر ال teamed الرابع للسادس احنا عندنا الحمل يتقسم الترايمسترات يعني تبدي الشهر فهلنا ترايمستر اول ترايمستر ثاني ترايمستر ثالث فبالمثل الترامستر منه القام يصنع شوفه الليفة والسيبلين يعني منه انت بطن أمك بين لشهر الرابع والسادس أوفجستيشن يعني فترة التكوين الجنيني اللي حيساهم شكل رئيسي هو الكبد بس منه بعد يساهم أيضا عندك الطحال هم يساهم وحتى لوقد اللنفاوي هم تساهم لكن بآخر شهر تقريبا وبعد الولادة منه الدور الرئيسي الدور الرئيسي للبوم مارو فخلوها ببالكم فس رانيش يسولف عن النخلاء العظم اللي هو البوم مارو البوم مارو تقريبا الحد عمر خمس سنين كل العظام مالتك تقريبا تساهم به تساهم بالتصنيع الحد عمر خمس سنين وراها شوية شوية يبدن شنو يبدن بما كان متعفون انتو العظم خلو نفرض انه هذا العظم فهو بداخله اكو في التجويف اللي بيه هاي المنطقة اللي هينو خاعي العظم صح لو لا فالعظام مو الوقت ش يبدي سيصير بيه انه بما كان هاي الخلايا اللي بيها يسموها رادز مارو ناخد ان شاء الله بالهستو رادز مارو اللي هو نسيج انه خاعي العظم القادر على التصنيع من الكريات الدم يبدي يتحول وما كان ما بيه خلايا استمسل وهي يبدي ش يصير يبدي يصير بيه فات ينترس الفاتي تشو فيتغير نوبات يسمو وايت نوبات يسمو يلا وبوم مارو فهذا من ينترس فاتي قم بعد ما يصنع يصير مرخزا ما لدهن فيقول لك انه ويلوكت انه خاعي العظم مع العظام الطويلة عدا بداية الهيومورس والتيبية يعني عدا بداية هذا العظم وهذا العظم ش يبدين يصيرا يبدين يصيرا كوايت فاتي ينترس فات وبعد ما ينطني تقريبا هاي سوكت ورا عمره العشرين يعني ورا العمر العشرين بعد ما يشوف العظام من الطوال الأغلبية هن يكون من يساهمن ورا هذا العمر ورا عمر العشرين سنة أغلب العب بي سينين تجينا تجينا من الممبرانيس بون اللي ما يذكر بكم الممبرانيس بون فهي عبارة عن العظام مش تاخذوها مننا بالأمبريولوجي وتاخذوها بالهيستولوجي هان إن شاء الله أشرع لكم ياهذا وما فيها فأنت عندك العظام طلابنا العظام من تتكوين من تتكوينها بطريقتين فوحدة من الطوق يسموها التكوين النس الغشاء العفو اللي هي قبل يعني تتكون العظم بدون ما يمر مرحلة وسطية يكون بيها كارتليج اللي ما يعرفون معلوم مو مهمة فتوقع عندي فقط الممبرانيس بون هن اللي ساهمن مثل منو يا عظام مثل الفيرتبري الفقرات الاستنانة مع عظم القص الربس والإليا عظام الحوب وحتى ذنني البون وي الوقت هم يقل الإنتاج شوية شوية زيان طلابنا فهي أريدكم تخلوها ببعض كما هي ممكن تحفظوه لأن تجي هواي MCQات فوصاً بغير مواد يعني فان تقرواها هسا نرام لتقرونه إن شاء الله خير فإس نحن صلفنا عن هذا صلفنا عن عملية الإنتاج ومن ينده تصير هسا راح نيجي نسلف على إنه نسلف بشكل عام إنه شنو اللي يصير بخطوات التكوين من الكريات الدم دائما كريات الدم بشكل عام طبعا عملية تكوين الدم بشكل عام يسموها هيماتو بويسز مو أريثرو بويسز لأنها كون الدم بشكل عام فعنسؤل بشوي عن البلد سيلز بشكل عام فالخلايا اللي تصنع الكريات الدم بشكل عام سواء YPC أو RPC أو بليتلت شو صيحوا لها؟ هي ستم سل خلايا جذعية لكن شو صيحوا لها؟ هيماتو بوياتيك بلد فورمين ستم سل ويسموها 플�وري بوتينشيال اللي بلوري بوتينشيال أشي قصد بيه هنا أنه هي هاي فد نوعية من أنواع ستم سل إن شاء الله تأخذوها غير محاضرات ما يدخل بيها معناها ممكن تصير RPC ممكن تصير White BC ممكن تصير فهي يسمونه يعني ممكن تصير أكثر من سلالة فحنا هنسولف على وراح نسولف على فان شاء الله تسموها ودفرانشيات فخلي يسولف على نشرح حل سلايدين طلابنا وراح نوقف الفيديو تاخذون الرست حتى بالبارت الجاي نكمل باقي المحاضرة فش يقول لي يقول لك أنت بشكل عام يبدن من يبدن من خلية واحدة نوعية واحدة من الخلايا اللي هي شو سموها قلنا بلوري بوتينت هيماتو بوياتيك ستم سل لحفظوها هذا الاسم بلوري بوتينت هيماتو بوياتيك ستم سل شوفوا من خلية واحدة وهذه الخلية هي اختطيني وكل أنواع الوايت بي سي زين طلابنا راي خلوها بباكم فيقول لك كل الخلايا ما الكريات الدم اللي تفتر بالدم حيطلع من عدن يقول لك هاي البلوري بوتينت ستم سل ويعني اكيد هي خموحة تبقى بس هي الظل تنقسم وتتكاثر وهكذا كما تتكاثر هذه الخلية أثناء ما هاي الخلية لتنقسم وتتكاثر شوف بلوري بوتينت ستم سل أثناء ما هاي الخلية تنقسم وتتكاثر جزء من عدن حيتمايز شونه يتمايز يعني يبديك تتصل بصفات جديدة تتعرفون انه هي يعني ما بها اي صفة من اتباع عليها ما تقدر تعرف هاي الخلية شنو هي بعدها ما متخصصة هي وظيفتها بس ان تتنقسم وتتكاثر فما تشوف مثلا بيها هيموغلوميا ما تشوف بيها مثلا صفات ملب وهاكذا ما متمايز اما يكتسب صفات خاصة فيقول لك انه اثناء ما هاي الخلية تتنقسم جزء من هاي الخلايا تبقى بالضبط نفس الشكل كاصلية وهي تبقى بالبوم مارو شنو وظيفة انه ابقي خلايا الضل نفس الشكل حتى الضل عندي ستمسل انا ما ريد انه الستمسل يتمايز كلهن ويمشن ويطني مثلا وايت بي سي او ار بي سي لا اري جزء من هاي شي صير به ان يظل ان ستمسل حتى يضل عندي خلي نقول خلايا اساسية او خلايا جذعية فيقول لك تبقى عندي فالجزء شنو وظيفة الشي تمينتين ستمسل تحافظ على العدد يضل عندي انتاج رغم وي الوقت يقل عددهن يعني يكيد الستمسل اللي عد واحد عمره ثلاثة سنين ممثل ما الستمسل اللي عد واحد عمره سبعين سنة تختلف ممثل 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 خلنا نفرض، ممكن يصير مونوسايت اللي هي نوعية مكراد دم البيض، ممكن يصير نيوتروفيل، ممكن يصير بيزوفيل، ممكن يصير يوزينوفيل، فهو مجرد قرر أحدد اتجاهها، يعني سبب العلمي يقدر يروح يداوم آداب، يعني احنا بالعراق يسير لزغل تالي هسا، زين طلابنا؟ يعني تحدد مصيرة، فيسموها كوميتد استمسل، تطيني اريثروسايت، شيصيحوا لهن كولوني فورمينج يونت سي اف يو، يعني هان حتسوي لفة سلالة معينة، فالكوميتد استمسل يقسموهن، اللي حتصير اريثروسايت سي اف يو اي اريثروسايت، اللي حتطيني الكوريات دم البيض الحبيبية، والمونوسايت يصيحولها، جرانيولو مونوسايت، جرانيولو سايت، جرانيولو سايت مونوسايت، وهكذا، زين طلابنا؟ إذن فيرمزول هنا برمز حسبش حيصيرا، فنجي نقرأ، فيقول لك إنه الكوميتد استمسل لتطيني اريثروسايت يسموها كولوني فورمينج يونت اريثروسايت، رمزها سي اف يو اي، وهاي حتى فرق بين واحدة ووحدة، بينما اللي تطيني مثلاً غرانيولو سايت ومونوسايت تصيحيلها سي اف يو جين، طيحنانا مسميهن غير الشيء، مسميهن سي اس اف، ماكو في تفرق، إنه هاي تطيني فاكترات، كولوني استيميليتن فاكتر هذا اسمه، هذا هان الـ CSF هو يقول لك إنه تعرضت تنفيد مواد معينة حفزتها، زين طلابنا، وإن شاء الله ناخذ حتي أكثر على التقسيم هذا، ناخذه بالهستوم و بالفيزيو، بالفيزيو مو كل شيء همنا هذا التقسيم، فسأروا ما أخذنا هاي الفكرة العامة، إنه أنت عندك يعني CFUE، CFUE وغيرها وهكذا، طبعا نشدكم طلاب، إذا تلاحظون إنه إحنا بس هاي خليذكرة معلومة أساسية، إنه أنت عندك الـ الـ Stemsel تدي ببداية تنقسم لها خطين، خط ليمفويد وخط مايلويد، الليمفويد تطيني فقط الليمفوسايت، بزناني الاثنين، والمايلويد تطيني كل شيء ثاني، تطيني الـ RBC والـ Platelets وليوزينو فيها وهكذا، زين طلابنا، فخاف تشوفون هاي التسميات، ليمفويد، مايلويد، واللي حنسولف عليه بهاي المحاضرة إن شاء الله ببارت الجاي، هو شتون إنه، هاي الخلية اللي هي الـ Progenital Cell اللي هي خليل نقول CFU، قلنا اسميناها E، شنون هتصير لي؟ إريثروسايت، يعني هنحننحشي على هاي الخطوات، هاي إن شاء الله هنسولف عليهم بالـ Part الجاي، ورغم هنخلص هذا السلايد إن شاء الله تغفنوا الـ Rest، فلس نجي، حشينا نسى نحن عن منو، إذا تتذكرون مننا، حشينا نسى عن فنجي نسولف عن الـ Growth Inducer والـ Differentiation Inducer، فنجي نباوه عليهم، فالـ Growth Inducer والـ Differentiation Inducer شيح تشم؟ يقول لك أسا أنت عندك هاي الـ Stem Cell، أو عندك هاي الـ CFUE، اللي يخليها تزيد بالحجم، وتتكاثر، وتزيد بالحجم، وتنمو، يسموهن Growth Inducer، هاي لها جور ساميتي يعود ديتكاثر، نديطن نفس النوعية، بس ديتكاثر، يسموها Growth Inducer، هاي تسمى عدة مواد، عدة مراسيل خلوية مثل إنتل لوكين ثلاثة حييتشطارية هنانا، إنتل لوكين خمسة وغيرها من المواد، فايش اسمه Growth Inducer، ديخلي الـ Stem Cell Cell بيها يحفز إنه تنمو، بينما الـ Differentiation Inducer هو اللي يخليها تتمايز، اللي يخليها تمشي بهذا الاتجاه، يحفز الإيرتروبلاست إنه تصير هايا وتصير هايا وتصير هايا وهكذا، فإن عندك Growth Inducer يخلي الـ Stem Cell تنمو، تتكاثر، الـ Differentiation Inducer يخلي الـ Stem Cell تتمايز، وتتجه باتجاه الخلية النهائية، وباتجاه مصيرها، فاستفتهمناهن الفرق بيناتهن نجي نقراهن، فيقول لك إنه التكاثر والنمو من الـ Stem Cell، من يتحكم بيه؟ يتحكم بيه عدة مواد، وبروتينات يسموهن Growth Inducer، عندنا أبرز نوع رئيسيه أربعة، مثل انترلوكين ثلاثة، انترلوكين خمسة، انترلوكين ستة وغيرها، ذاني كلاً عبارة عن سايتوكين، مراسيل خلوية، بين خلية وخلية، طبعاً عندنا مراسيل الخلوية هم الـ Inducer، لقوا أربعة حدثة بالنسبة للدم، واحدة من عدهم منه، عدهم انترلوكين ثلاثة، هذا يحفز النمو ماذا كل الأنواع مع الـ Stem Cell، يعني ما يفرق هاي هم الـ RBC لهم الـ White PC، يحفزن كلهن، لكن أكو الباقيات، فلا، ممكن يحفزن بس الـ White PC، ممكن يحفزن بس الـ RBC وهكذا، يعني بس الـ RBC Stem Cell أقصد، يعني فقط الـ CFUE أو الـ CFU GM وهكذا، هاي بالنسبة علمًا، بالنسبة للـ Growth Inducer، نجح الـ Differentiation Inducer، قلنا عيش تسوي، تخلي واحدة من الـ Stem Cell، تحصر بها، تتمايز، تمشي بالخطوات اللي باتجاه الخلية البالغة، باتجاه الـ Refrocyte، يعني تمشي، مو بس تظلت داور وتصنع بنفسها، وهكذا، من اللي يساهم بإنتاج الـ Growth Inducer والـ Differentiation؟ طبعاً، هن عارة اللي نتج نسوها، يعني نادرًا ما نشوف إنه بس مثلًا عندي بس Growth Inducer، أو نادرًا مثلًا نشوف بس عندي Differentiation Inducer، عارةً سوها، حتى يظل عندي Stem Cell، والظل الـ Stem Cell تتمايز، فذنّي عارةً مين يجن المواد الـ Interleukine 3 و 5 و 6 و غيرها، يجن من العظم؟ لا، عارةً الأفراز موالتهم يصير بسبب عوامل خارج العظم، يعني كمثال، آني صار عندي فقر دن، أو مثلًا صار عندي نقصان و كمثال، كمية الأوكسجين اللي بدمي، فدماغي ش حيقول، أو جسمي ش حيقول، حيقول للعظم يا به، أشواني الأوكسجين النقلة ليصر قليل، شن الفيلم؟ زي يدلي كمية الـ RBC اللي تنتجها، أو مثلًا أنا صار عندي التهاب، فأني مثلًا بالالتهاب تخيل عندنا منيك تشبهها، صار عندي جرح برجلي والتهب، فأني عندي كم خلية كريات دن بيض بالـ خلنا نفرض بالجرح، قريب الجرح، فش سوي؟ ما تقدر بأحدها تراقب الجرح مالتي وتقاوم، فش سوي؟ منك شوف أكف الجرح، ش سوي؟ دق جهاز انذار، يا أنو خائل عظم، دزلنا بعد ويت بي سي، انتاج ويت بي سي، وهكذا، فإيا هاي الفكرة، أنني عندي عوامل خارجية هي اللي تساهم بزيارة الانتاج مال الخلايا كمثال، فكمثال كاتب لك هنا هو، بحالة الـ RBC، إذا واحد راح بمكان بكمية أكسجين قليلة، الفترة طويلة، ماذا هيسوي؟ هيخلي الـ growth inducer تنفرز حتى يزيد الـ stem cell، الـ differentiation inducer تنفرز، وحتى الانتاج مال الـ RBC هم يزيد، يعني أوبفيسة نتيجة تنذني، ليش؟ لأن الجسم ده يقول يا بشو الأكسجين اللي دي وصلني قليل، شان القصة، ممكن هو سبب أنه ما كو أكسجين بالجاو، لكن حتى لو حيفعل الـ RBC، حيفكر أنه يكون مشكلة بالـ RBC، بالنسبة للـ White BC، فمثلاً قلنا الالتهاب، إذا واحد صع عند الالتهاب، حيحفز النمو والتمايز، وبالنها يتكون أنواع معين، وما الـ White BC، أحتاج إلى حتى أقاوم، هاي النوع ما للعجوة، اللي بجسمي، فلس هذا الـ Part طلّرنا، سيطروا عليه، تضبطوه، حتى بلت الـ Part الجاي، إن شاء الله، انسولف بالتفاصيل عن الـ RBC، وشتون إنه، لتتمايز، الـ Part الجاي هوي أسهل